مهارات وثقافات ينشأ أطفالنا عليها فلنختر الأفضل لأبنائنا سلام عليكم لعبة الكراسي تذكرونها؟ من الألعاب اللي لعبناها في الصغر لعبة بسيطة يأتون مثلاً بسبعة من الكراسي لثمانية من الأطفال ويقولون الأطفال بأن الرابح هو من يجلس على الكرسي ومن يبقى بدون كرسي يكون خارج اللعبة ثم يقللون الكراسي في كل مرة فيخرج طفل في كل مرة حتى يبقى طفل واحد فقط ويتم إعلانه أنه الفائز فيتعلم الطفل ثقافة الفوز الفردي وإزاحة الآخرين لكي أربح وفي اليابان يلعبون لعبة الكراسي أيضاً ويأتون بسبعة من الكراسي لثمانية من الأطفال أيضاً مع فارق بأنهم يقولون للأطفال بأن عددكم أكبر من الكراسي فإذا بقي أحدكم دون كرسي يخسر الجميع فيحاول جميع الأطفال احتضان بعضهم البعض لكي يستطيع ثمانية من الأطفال الجلوس على سبعة من الكراسي ومن ثم يقللون الكراسي تباعاً مع بقاء قاعدة واحدة أنهم يجب أن يتأكدوا بأن لا يبقى أحدهم دون كرسي وإلا خسروا جميعاً فيتعلم الطفل ثقافة التعاون الجماعي هو سبيل النجاح ثقافة لعبة الكراسي اليابانية أسلوب حياة وثقافة مجتمع ونهج عمل قائم على التعاون والشراكة والعمل الجماعي وبالتالي فإن الطفل الياباني يتعلم منذ الصغر هذه القيم الرفيعة ولا عجب حينما تتقدم اليابان في جميع المجالات ثقافة التعاون والمحبة والإخاء والإيثار نادت بها الشريعة الإسلامية السمحة وجاء ذكرها في القرآن الكريم براراً وتكراراً لأهميتها في بناء مجتمع يقوم على قيم ومبادئ صحيحة سليمة الجميع فيه رابح والمهزوم يجد أكثر من يد ترفعه إذا سقط ثقافات ومهارات ينشأ أطفالنا عليها فلنختر الأفضل لأبنائنا يومكم سايد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر